أهلاً بكل من اختار أن يتابعنا في دروس الفلسفة في منصة لسن هذه الدروس سيتم توزيعها إلى مستويين وهي دروس تتعلق بالجانب المعرفي ودروس أخرى تتعلق بالجانب المنهجي وبآليات التفكير الفلسفي وبالاختبارات كما تطرح في الامتحانات الوطنية يوثث لهذه الدروس مجموعة فلوزامي أو الفلاسفة الأصدقاء أو فلسفة الأصدقاء وهم كل من الأستاذ حمادي العش الأستاذ زاهي بالعيد والأستاذ بشير الميش في هذه الحلقة يرافقكم الأستاذ بشير الميش لو أردنا أن نؤسس لتصور يمكن أن يكون عليه مصار هذه الحصص هذه الحصص ستتعلق بدروس الفلسفة كما تدرس بالبرامج الرسمية للشعب العلمي وهي على التوالي الباب الأول الإنساني بين الكثرة والوحدة وفي هذا الباب هناك مسألتين المسألة الأولى تتعلق بالإنية والغيرية وهذه الواو بين الإنية والغيرية تبحث في أنواع العلاقة الممكنة بين الأناء والآخر وهي علاقات مختلفة في المسألة الثانية ننتقل وهي الخصية والكونية ننتقل من العلاقة من مستواها الفردي بين الأناء والآخر إلى مستواها الجمعي أو الجماعي من خلال الاشتغال على مبدأ الهوية في علاقة الشعوب بما تحمل من هويات وفي علاقة هذه الهوية وغيرها من الهويات الأخر في الباب الثاني مسألة علمية خاصة وأن الشعب الذي نتوجه إليها هي الشعب العلمي هذا الباب هو ذاته يتناول مسألة واحدة وهي العلم بين الحقيقة والنمذجة وفي هذا الباب يتم تناول لحظة الانتقال من المعرفة العلمية الكلاسيكية التي تتخذ من الواقع المادي باعتباره واقع معطى طبيعي موجود إلى واقع افتراضي بناء إنشاء وفي الحالتين ما هي النتائج المترتبة عن تحول الواقع العلمي في مستوى الاشتغال العلمي والممارسة العلمية عليه الباب الثالث يتعلق بالقيام بين النسبي والمطلق هذا الباب يتضمن مسألتين المسألة الأولى هي الدولة السيادة والمواطنة ويتم فيها تحديد السلطة باعتبارها ممارسة لشكل من أشكال السيادة هذه السيادة يمكن أن ترد إما إلى الدولة باعتبارها ممارسة سياسية صرف يكون فيها صاحب السلطة وصاحب السيادة وإما أن هذه السيادة تكون بيد المواطن وفي هذه الحالة تكون سيادة المواطن وهو ما يؤسس لتجربة سياسية ديمقراطية أمام نجاعة التجربة السياسية الديمقراطية والاعتراب بمبدأ الحقوق يتم الرفع من مفهوم المواطنة إلى مجال العالمي وننتقل من المواطن المحلي إلى المواطن العالمي ومن الحقوق التي تهيبها الدولة إلى مواطنيها إلى الحق بمعناها العالمي الذي بإمكانه أن يشرع لوجود دولة عالمية المسألة الأخيرة وهي الأخلاق الخير والسعادة كيف يجب أن ننظر إلى الخير وما هي علاقته بالسعادة هل نطلب الخير من أجل الخير وفي هذه الحالة يكون الخير يطلب بذاته ولذاته ومن أجل ذاته أم أن هذا الخير يطلب من أجل شيء آخر غير الخير لتكون السعادة أو المنفعة هي مطلب يطلبه الخير كل ذلك سنرافقكم فيه تيلة هذه الحصص إضافة إلى كل ذلك ستتوج هذه الحصص بمعطيات أخرى بحصص إضافية أخرى يتم فيها تناول الجانب المنهجي وكيفية أعداد الإختبارات والأستعداد لها نرجو أن نفيدكم في كل ذلك مرحبا بكم دائما ترجمة نانسي قنقر